نتوقف عند المقابل يلي اجريناها مع الوثل اللبناني باسم مغنية يلي ابدأ خلال هيدا السباق الرمضاني اذ مثل ما شفناه عم بجسد شخصية عمر بمسلسل للموت يلي هو كان من كتابة نادين جابر اخراج فليب اصمر وانتاج شركة ايجل فيلمز واول سؤال حبينا نسأله يلي باسم شو يلي اغراب بقبول شخصية عمر تريد اثر كتير حلو تجربة ناجحة وحلوة تجربة بيعتز فيها عكل اصلي انا كممثل وانا كمسلسل وكل عناصره يعني الاخراج والكتابة هي تجربة بيعتقدر تحفر مثل ادوار انا عملتها قبل مثل رامح بصورة فليحين مثل سامي بتانجو مثل بشخصية سر يعني كل شخصية عمنا ما كنت شبهت تاني مثل اسود وبرأيكن هلكن واثق من نجاح هذا العمل بخاصة انه مسلسل للموت حقق نسبة مشاهدات كتير كبيرة سواء بلبنان او غيره من الدول العربية ايه كنت توقع لانه كنت عارف بقى انا شكت عم بقرة كنت عارف مين مخرج وعارف الشركة اللي عم تمتج هذا العمل وعارف مين فيه مسلين بالعمل فاقال لشي ينجح يعني هدا اقال لشي يعني وحبانا نتوقف مع باسم عند الاخبار يلي جرت تدوله وتحدثت انه فيه محاولات لعوضة عصب الدوليب امام الانتاج اللبناني فشوفوا معنا باسم شو حكا ما بدي اقولون شي يعني بعد انه فيه اعمال عم تنحضر بعد سعيد وطن عربي كتير مثل العشرين عشرين وللموت هول لوحدهم بيكافلين انه يجاوبوا عن هول القصص اللي عم تحكي عنه وبختم حديثنا معه لباسم اكيد وجه رسالة لكل متابعي برنامج بيروت تابعوني دايما ان شاء الله قريبا بتطلع عربيل بحبة لهذه البلدات ما بيحكوني عنها